أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإقبال المكثف من المواطنين على منافذ مبادرة كلنا واحد ضمن مرحلتها الثانية والعشرين للاستفادة من التخفضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على أسعار السلع والمنتجات وأعرب المواطنون عن شكرهم لمد المرحلة الثانية والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس مما ساهم في توفير كل مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% كانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة كلنا واحد منتصف مارس الماضي على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة من خلال المنافذ الثابتة المنتشرة بمختلف المحافظات كما تم كذلك إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ترجمة نانسي قنقر